مرحبا عرفاك رجعنا لكم بأحداث الباك الحيكاية لذا لا تنسى ان تتقضى على زر الاشتراك واللايك توقفنا في الكاتي السابقة لما ملك والهرباية اتوي لما يدتي طعام قال لها الملك بكل تازرف يجيب كل شكتن امتلكوا سلطة يحترموا الناس ويراهم بكل طعادة لكن انت انسى اللي عنك من عائلة دلوها انت اللي تفهمين قالت له ابون انسى ملك لكن السيدة كانوا ليست مهديتك حتى الان وايضا انت كلتا بيعني توبيجو كيانا بهسر الوقت لكن فقط مرة بعض الوقت يحكيانا انا لا امتلك اي داقين اتجاهك لكن هذا سيكون سيئا جدا على سماعة الملك انا سعارض عليك انتاكلي طعام معنا تفاجأت هي من التلو ولاحدت بيعنا لم تعرف نفسها باللباقة واعرفت على نفسها وجلست على مائدة الطعام بدأ الملك بالقلام وخال كيانا ستعمل معك اللي هذا احتمي بها رجعا وسألته ابون بما عليها البدر بالمساعدة قال الجو بين الملك والابون كان متوترا تدكلت الهرواية وقالت يا ملك بمعنى نتكلم عن العمل مراي الملكة ان تحتمي بكل التحضيرات لتدويج المهسية لقد سمعت بكثير من الإشاءات بين الملكة ذكية لذا من المؤكد بأن الناس تصبح أسرع من الوزيع مسكت يد الملك وقالت سيكون من الأفضل إذا أصبحت مساعدة بسرع كانت إيفون منزايجة بمسك عيديهم وأيضا طلبوا كيانا الغريب والمالك لاحظ لكن فقط استقرب ولم يفعل شيء ولكن لم يكن لذا الإيفون سوى أن توافق بعدما الملكة جبرها على ذلك وبعدها ذهاب إلى غرفة كيانا وترك الملكة لوحدها وفي غرفة كيانا نرى الملكة لوم كيانا لأنها طلبت من الملكة أن تكون مسؤولة بشأن التحضيرات لكن إنزاجت وقالت يا ملك أنت بالفعل قد أمرت كثيرا من الأمور من غير أن تسألني وعلى أي حال لا تنسى بأننا في علاقة تعاقد يعني بأن الملك لا يهب كيانا فقط مهم فقط على علاقة تعاقد والملك سألها ماذا إذا الملكة استقدمت يوم التطويج لكي تؤطيهن ردة الهرباية أردت فقط أن أرى ردة تفايلها خالل لها واجب كل هذا هو أن تكون منافسة الملكة مع من ناس فحسب لا تذكلي بما لا يعنيكي غضبت يبدو بأنك تأكل الأمور بشكل شخصي هل تريد أن تسبح الملكة غيرانا؟ الملكة ردة منزايجا غيرانا؟ هل رأيت أي من الأشخاص هي كاف شخص أن هذا سيكون غيرانا وقالت الهرباية ما رأيك أن تكون الملكة ملكك فلم يبدو في السابق بأنها لم تبالي فيبدو بأنك كان ليست شريرة وهرباية لذا سنتوقف أن قولي لها الهرباية لبادي الوقت يعني هل تتغير وتسبح شريرة إذا أسبح شريرة أكيد أوكفها الملك بقولي كف عن هذا الهراء من الأسهل علي أن أؤثر على هجر من أن تكون هي بجانبي قانت مدلة لواشت كالأميرات في قصر والدها حتى إذا مد مستهل أن تشعر بشيء وقالت الكيانة بنفسها وقال بأنه لا يهتم بها لكن لما يبدو منزايجا؟ يوجد مشكلة بينهما لا يبدواني ليطبيين سألها الملك بالتكريري الذي تلبها منه وهي ردت بأنها تلبت من أبوها بأنها تولى التحكيك وهو بالفعل عمل التحكيكات في ذلك المكان مرارا وتكرارا لكن لم يجد شيئا كل شخص كان مسؤولا بتلك الحارة اختتاف لقد ماته حتى ذلك القارية تم تدميره حتى لم يجد أي شخص منهم كان الملك يبدو خالقا وتلب منها أن تحكيك أكثر فهي استغربت وسألت إن كان يبحث عن شخص ما رد بالنفي بعد أسبوع في قصر الملك نردو خيط كل في جناه إفون والملك يراه ذلك العجوز يتقل على قصر وقان وقصره وقال له القادم يتي لزيارة الملكة أوقفه الملك وتلب من إرسال الشخص إلى الملكة لكي يكبرها أن تسرى بعملها وغادر القادم وبدأ يتذكر الماضي نراه لما قان صغيرا شخصا ما يقول له أجل هذا صحيح حولت أن أقتلك لكن ماذا ستفعل هذا صحيح بمحافظة نفسك هذه هي فرصتك الثانية وقان ذلك الشخص هو دوك دلوع تذكر هذا الموقف الغذب ذلك الملون ويتغير المشر ونرى الملك جالسا في مكتبه سأل للقادم إن كان حقا أرسل لها رسالة لأنها لم ترد حتى الآن والقادم أكبر بأنها ردت رسالة قصيرة جدا قالت ستعمل لك مثال الملك ماذا؟ لقد بالفعل مرة وسبوعين منذ أن تلبت ذلك العمل منها لكن لم تعمل حتى الآن انسى الموذور سأروه بنفسي علي أن أرع يجب أن ننهي هذا الأمر بسرع وفي جناح الملكة كانوا كل القادمات متوترين ومتلبكين ولا هذا الملك ذلك سأل عن إيفون وذهب مباشرة إلى غرفتها كانت تهاول القادمة إقافه لكن دخل وكان هذا صدم له غرفة إيفون كان مدمرا وكل الأقراض متوترين ونسمى إيفون تقول ماريان طلبت منك أنت تفيد دو ألا تسمعين تفيد دو استقرب الملك وسأل عن بما هل من إيفون قالت القادمة لا شيء غاذبة ماذا؟ لا شيء؟ هل تقولين هذا لا شيء؟ هل أبدو لك غبيا؟ واقترب على إيفون قالت تصرخ ألا تسمعين يا ماريان أتفيد دو ورفعت رأسها ولاحظت بأن الملك كان وقفا أمامها ولاحظت بأن يديها كان ينزفين ومسك يديها بالقلق دفعت يدي وسألت لي ما هو هنا إن زاج منها وقال بنفسي تبدو وقانا لمست هشرة وقال لها تحكمي بنفسك هل كنت تتصرفين هكذا من قبل؟ ألا تقجلين؟ أضيت هنا للتقلم بشأن حفل التطويج للمهزيع لكن أرى بأنك لم تفعل أي شيء حتى الآن ألا تدنين بأن هذا قتير جدا؟ حتى لو كان أبوك هو الدوك عليك أن تقومي بواجباتك أعمل يا ملك وقف عن الدلال اتصمت يا ملك أنت الذي يجب أن ينظر على نفسه أنت تعامل وكأنني ملكة شريرة تستقدم قوة أبوها أليس هذا مطير للشفقة؟ هل تدن بأن شخص بمثل سلطتي سيكون غير قاذر؟ لو كنت أردت لو ألقيت حفلة بالكامل وتردت كان من القصر وتجهلت الملك وأقملت واجباتك ملكة لكنني أغلطت باب على نفسي لأنني كنت متأكرا بأنك ستستفيد من عيشي هكذا هل فكرت حتى كم كنت بائسا؟ اتصم ساخرا، إذن هل تقولين كل هذا من أجلي؟ يبدو بأن الملكة لديها شوية من الأحاسيس ليست كالدوك، أشكرك لإحتمامي كبير لكن إذا حقا تحتمين لأمري يجب أن تفعل شيئا واحدا رجاءا أختفي ولا تجالينني أراك مجددا وبدأ بالقروج وفكر هذه المراقمان لا تقدر أن تواجه أبوها الدوك قال لها لا توقع منك شيء فقط احتمي بالتهديرات لا أدو البقاء هنا وأخرج طريقة إبو لوحدها مع اليأس والهز وأعمل من القادمة أن نستبدل كل القادمات من القصر ولما أعتردت ماريان قال يد الملكة ينزف ومع ذلك أنت أتيتي للحاكبي ولم تهتمي لها وهذا سوى منقافلة أن أترد لكل القادمات أليس كذلك؟ وهي أعتدرت وراحت إلى الملكة وبعد أيام نرى الملك في مكتبه ويبدو بأن الملك ليس لديه كثيرا من الغرف في تلك القصر القبير سوى هذا المكتب نسمى الملك يقول أكبرتك إن الملكة إذا سممت بفعل شيء ستكون سريعة والقادم لاحظ بأن الملك كان يبدو من زيجا على شخص تلك قبرا سعيدا لكن لاحظ الملك بأن يوم التطويج في يوم الذكرى لموت والدتي إيفون استغرب لما قررت أن تجعل ذلك اليوم يوم التطويج؟ إن الملكة فعلت ذلك متعمدة لشك على ذلك لكن ومع ذلك تلب من قادمة أن ينشر بشأن يوم التطويج وتساءل بما تفكر إيفون وآفقات اجتماعات وأخيرا غيروا المكان نرى الدوك من زيجا لأن الملك وضع يوم التطويج للمحصية في يوم الذكرى موت زوجته وأيضا كان رافضا تماما بأن يكون للملك محزية وقال بأن هذا التصرف سيقدع للإمبراطورية بالكامل والملك رد بكل هدوء لما؟ هل يوجد أي مشاكل؟ أنا أدني إذا تدمر الإمبراطورية بالكامل بسبب محزية واحدة فليتدمر والدوك قال وأيضا يوجد إشعات في الآسمة بأن الملك أعطى كل الواجبات للملكة إلى تلك المحزية والملك رد سيخيرا ألم تقل بأنك قلقنا لساحات الملكة؟ وأنا كنت هاول أن أخفف ابن عليها كتاها أدوك يا ملك لما كنت اهتم بساحاتها لم أكن أقصد هكذا كتاها الملك وقال إذن هل كنت تقدب؟ لا وأنا إذن أدن بأن الملك يجب أن تتولى عمالها بنفسها أنا كنت أخطط أن أعطي بعض من الأعمال لكن كنت كاليكم بشعن ساحاتها ومن هادي السايد كياناتت في وقت مناسب ليدا كليهما سيتكا سموان الأعمال وأنا سأتوقف على قلك عليها حتى تركت الملكة أن تتولى بشأن التطويج للمهزع هل رأيت كيف أحترم رأيك؟ انزع جدوك وقال هل تقول بأن ابنتي كانت غير مبالية حتى ودعت الحفلة في يوم الذكرى موت والدتها؟ هل تصبوني مجددا كما فعلت في السابق؟ غضب الملك بدوره متير للسخرية ماذا ستلاحظ بأنني لا أحتم بشأن موت زوجتك؟ كفان للقباء أنا لم أعود مرتاح هنا سأغادر وأغادر من المكان وتذكر بما هل بآلته الأرواح الذي أرزكه والدماء كان سيكون نهرا كاملا لما أحتم بشأن موت زوجته هكذا؟ سمعت بأنها موتت متتنادية والقادم كتاها بلا أفكار وقال هل تظن بأن الملكة فعلت ذلك متعمدة؟ أكسي جولي كي تجعل الدوق يغضب عليك لأنك لم تعاملها جيدا في السابق؟ وقال الملك بنفسه هل ستقوم بهذا متعمدة؟ لا أنسى فأنا لا أعرف أي شيء عنها ربما أرادت تنتكم حقا تلك الإمرأة ككابوس وفجأة أتت قدمت كيانا وأكبرت بأن كيانا تريد لقاءه وهو أكبرها أن يتقابل في الحديقة وفي الخارج كان المطر ينزل بقزارة والقادم كان يكبر بمسببه المطر وإنزعج الملك لكن فجأة رأى إظون وهي في الحديقة كان ينظر عليها سامتا وتأملها حتى سأله القادم كان بخير لا شيء لماذا الملكة هنا؟ من سمها لها بالدخول؟ انسى الأمر سأسألها بنفسي اخترب من الملكة وسألها ماذا تفعلين هنا؟ ردت كنت فقط تمشى في هذا الجو لديك هواية غريبة وأيضا لا يمكنك الدخول هنا من غير أن تكبريني هل تعرفين ذلك؟ ردت لم أكن أعرف لا حدا أخبرني هو رد ساخرا طبعا من سيخبرك والكل القادمات آتوا من خسرك لا حدا من القادمات يعرفون بهذا القانون ردت الخادمة لكن يا ملك لا حدا أخبرنا لو كنا نعرف لما دخلنا أنا آسفة ورد الملك إذن ليس قطاع الملكة وتلب من قادمة أن يترد كل القادمات وأن يستفدلهم من القاسر إنزاج جاتب هذا كان قطاعي لما قد تترد كل هذه القادمات البريئات؟ والملك رد كما الملكة لا يسمع لها بالدخول هنا أنا فقط أتبع القانون وأيضا هل كنت بجعل يوم التطويج في يوم موت والدتك متعمدة؟ كانت مستغربة ماذا؟ لا فقط لم أكن فكر جيدا هل حقا لم تكوني تعرفين؟ الضوء يظن بأن الفايل لا تلعب معي إذا حدث هذا مجددا تأكد بأنني سأفعل كل شيء لك أتقلص منك كوني سامتة إذا أردت أن تهافد مقانتك كالملكة وأيضا بعدما خربت كل هذا هل لديك نفس بأن تتمشي في هذا الوقت؟ ألا الأقل لم تقتفي من نادرين؟ شخص مثلك قبل أن يكمل قلامه سمع صوت فجأة كفزت عليه إيفون لي كيتم كده دانا بأن الشجرة كان على وشك السقوط عليه أثرت كيانا وراء ذلك المشهد أثرت إيفون ماذا كان هذا؟ إن هذا من مقانه؟ قالت كنت أدن بأن شيئا ما سيسكت فوقك لم أكن سأفعل ذلك لأحد وقال الملك طبعا يا ملكتي لدا ينتفع لذلك في مرة القادمة عليك الرهيل الآن وراحلت الملكة من المكان لكن قابلت كيانا وكيانا راحبت بالملكة والملك قال متأمدا لإيفون لكو تلبت أن تأتي كيانا إلى هنا قالت إيفون طبعا لكو تفعلت ذلك وغذرت من المكان كانت تبدو وكان شيئا ما انقصر في داخلها كيانا لاحظت بأن الملك كان مهمرا من القجر وطلب من قادمة أن يخرج من المكان سألها لما أردت مقابلتي والدي وجد شيئا غريبا من 14 سنة لما تم اختتافك لما قدت إلى القصر الدوك طرد كل العاملين وكلهم ماتوا أو اختفوا لقد كانوا أكثر من مئتي عاملين لكن لاحظ منهم تم إيجادهم والملك بدأ يفكر ربما له ما لاك في القضية ربما أراد أن يتقلس من عذلة وكيانا وفقته وقال لها أن تقوم ببحث عن عامل قديم في الدوكية قالت لكن إذا تم بالفعل قتلهم من المستعر الناتر على أي ذلة لكن يجد شخص واحد لم يقادر الدوكية مثل الدوك الشخص الذي يفكر به الدوك أقرب إليك يا ملك قال هل تلمهين عن الملكة؟ ليس قره لها المشكلة بل حتى الملكة تكرهني كما أكرهها أنا لذا هذا مستحيل قالت له ربما هذا لأنك لا تعاملها بشكل جيد هل تدرون بأنها ستحبك إذا تصرفت هكذا؟ وأخيرا شخص ناكل في هذا المنهى كان يبدو هزينا هي أعتدرت بسرة وقالت على رقم من رأيها الشخصي ندراتها وكمان تصرفاتها مستهيل الملكة أن تكرهك قال لها إنني بالفعل أهاول أن أقتل أبوها مستهيل أن تحبني لا تمتلك أي مشاعر من الأساس قالت كيانا أنا والدي كان شخصا لطيفا وطيبا ماي وأيضا أوطاني هرية لاختيار لكن بعدما قبرت لقد أررت رأيها لأنني كنت أردت زواج بشخصا أهبه وأيضا توقيتم أكبس لهذا السبب حتى للرقم من علمي بأن والدي سيكون على خطر لذا إذا أنا فعلت هذا متأكد بأن الملكة ستفعلوا بالمثل إلا إذا كانت قبية بعدما أقبرت بكل هذا وبدأت بالقروج هو أوقفها واستألها تعرفين هذه القطة سيكون سيئا مع الملكة سأجيها أكثر من تصرفات إذا فعلا هادة كما قلت ليست فقط ترحب والديها من أجل الهب بل ذلك الهب سيكون مزيفا وهكذا الملكة لم يتبكى لها شيء حتى لو كان أبوها سيئا هي لم تكون ستسبح ملكة من غير مساعدته استغربت من رده بالنسبة لي هب أهم شيء أليس من الأصل أن تستقلم شخصا لم يتهزز كما أنا أصبحت لعبة بيد الملك؟ الملك تقلم هب الهب من جعل الإمبراطورية دائفة الملك السابق يقصد جده لقد أشعل بالهرب من أجل الهب وقسر هكذا ودائف سلطته والدوك استولى على قوته كل شخص محووسا بالهب سيقصر حتى ليس مثيكا إذا كان الحب بتلك الكوة لكي يجعلني أدمر كل شيء من هولي لا يجب علي أن أدخل بتلك الأمور النهاية سنكمل الجزء الباكي في الفيديو القادم لذا لا تنسوا نتضغط على زر الاشتراك واللايك الجميل لاللقاء